طرح التذاكر خلاص في منفذ اتعامل خلال الساعات القليلة الماضية والعميد محمد مرجاني المدير التنفيذ للنادي قال ان تم فتح منفذ لبيع التذاكر هذه المباراة بستادي الاسكندرية بداية من اليوم الاربعاء على ان تستمر عملية البيع حتى غدا الخميس تيسيرا على الجماهير التي لم تتمكن من الحجز الالكتروني خلال الفترة الماضية كلنا عارفين النادي الالي ليه سيستم الالكتروني في الحجز الخاص بتذاكر المباراة لكن تسهيلا ويعني اعمالا بمبدأ اللي احنا بنسائل على جمهورنا في كل مكان تم فتح منفذ فيها الاسكندرية لشراء التذاكر اليوم وغدا ان شاء الله قبل مباراة يوم الجمعة تذاكر الدرجة الموحدة ان شاء الله هتكون موجودة في منفذ البيع فيها الاسكندرية مباراة ان شاء الله على استاد بورج العرب مساء يوم الجمعة القادر النهاردة كان فيه تمرين مهم جدا للجهاز الفن بقيادة كابتن محمد يوسف مع اللاعبين وعلى هامش هذا التدريب كان فيه جلسة لكابتن محمد يوسف جلسة فنية مع محمود وحيد قدامنا طبعا صور من لقاطات من تدريبات فريق النادي الاهل لكن الجلسة دي كانت مهمة كابتن محمد يوسف مع عدد من اللاعبيون قدامنا في الصورة دي صورة من أو لقطة من تدريب الامس كان كابتن محمد يوسف وقف شوية مع رمضان صبح وفوجود دكتور خالد محمود طبيب الفريق وكمان الجلسات مستمرة للحديث عن بعض الأمور الفنية للتجهيز اللاعب للمرحلة أو اللاعبين للمرحلة القادمة عودة مروان محصن لتدريبات الأهلي خلاص يعني مروان محصن انتظم في التدريبات بعد الأجازة اللي كان حصل عليها بعد زواجه الأسبوع الماضي بنقول له ألف مليون مبروك يا مروان والفترة الجاية بقى إن شاء الله تكون موجود ضمن سفو الفريق وإن شاء الله تكون الصفوف مكتملة ونشوف مرحلة جاية مختلفة عن المرحلة السابقة أيضا كمان سعد سمير ومحمد محمود دخلوا في تدريبات خفيفة بالقرى وإن شاء الله نطمئلنا على حالتهم في الفترة القادمة رمضان صبح ومحمد هاني اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش المران الجماعي وخارط تدريبات تأهلية لكن إن شاء الله يعني بقرة بالكتير إن شاء الله نعرف القائمة النهاية اللي ممكن الجهاز الفني يختارها عشان يستعد لمباراة بطل جنوب السودان